السلام عليكم ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة في عام الفيل وولد عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول أبوه عبد الله وأمه آمنة مات أبوه عبد الله قبل ولادته عليه الصلاة والسلام ولذلك نشأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتيما وكانت السيدة حليمة السعدية هي التي تردع سيدنا محمد وعندما صار عمره أربع أو خمس سنوات أعادته إلى أمه بعد ذلك ماتت أمه السيدة آمنة وهو طفل عمره ست سنوات وبعدما ماتت أمه السيدة آمنة كفي له جده عبد المطلب ولكن بعد عامين مات جده عبد المطلب وكان عمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثماني سنوات وبعدما مات جده عبد المطلب كفي له عمه أبو طالب وكان فقيرا ولديه الكثير من الأولاد ولأن عمه أبو طالب كان فقيرا ولديه الكثير من الأولاد عمل سيدنا محمد برعي الغنم ليساعد عمه ثم عمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التجارة مع عمه أبو طالب وبعدما كبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تزوج بالسيدة خديجة بنت خويلد وكان عمرها أربعون سنة وكان سيدنا محمد عمره خمس وعشرون سنة وأنجبت السيدة خديجة من سيدنا محمد عبد الله والقاسم وأمك الثوم وفاطمة ورقية وزينب كما كانت السيدة خديجة تحب سيدنا محمد حبا كثيرا فساعدته وصدقته وكان يحبها أيضا حبا كثيرا وعندما ماتت السيدة خديجة حزن عليها سيدنا محمد حزنا شديدا إلى اللقاء في المرة القادمة سوف نتعلم شيئا جديدا عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم